قانون يجرم وواقع يواصل التنفيذ فتيات يطالبن بالطلاق فور إتمام زواجهن رسميا وأطفال يموتون دون إثبات ولادتهم تلك أبرز تبعات الزواج المبكري الذي انتشر مؤخرا خاصة في المناطق الريفية والعشوائية ناهيك عن المشكلات الكثيرة التي تلازم الزوج حال استمرار الزوج بسبب عدم قدراتها أو معرفتها بتحمل المسؤولية هذا الأمر دفع ناشطين وبرلمانيين للمطالبة بإقرار تشريعات لمكافحة الزواج المبكر للفتيات يتضمن معاقبة أهلها خاصة في ظل التحيول على القانون بإجراء مراسم الزواج والدخول ثم تحرير العقد فيما بعد عند بلوغ الفتاة سن الزواج المحددة في القانون بثمانية عشر عاما الحديث عن الزواج المبكر يخفت حينا ويرتفع أحيانا خاصة عند نشر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي أي أنباء عن زواج قصرات وتزداد سخونة الحديث عندما يكون كلا الزوجين طفلا كما حدث بقرية المعصرة في محافظة الدقهلية التي شهدت زواج طفل يبلغ من العمر إثني عشر عاما وطفلتين في عامها العاشر لكن الغريب هذه الأيام هو تقديم عضو بمجلس النواب مقترحا يطالب فيه بتخفيض سن الزواج للفتيات من ثمانية عشر عاما إلى ستة عشر عاما مبررا مقترحه برغبته في توثيق الزواج ومنع التحيل على القانون فهل يعرف هذا المقترح طريقه للمناقشة تحت قبة البرلمان وما رد الفعل المنتظر من الجمعيات والمؤسسات المعنية بشؤون المرأة وحقوق الأطفال معركة يبدو أنها لن تهدأ قريبا